أهلا وسهلا بكم ردا على سؤال لأحد المتابعين أنه يشتكي أنه يقاله أكثر من شهر يشغل مسجل الصوت لتعليم البغبغاء الكلام وما زال البغبغاء لم يتكلم بعد طبعا المسألة ليس بالبساطة التي تخيلها لكي يتكلم البغبغاء يحتاج وقت طويل جدا وده طبعا لابد أن يكون البغبغاء طبعا وصل إلى السن يعني أصبح أنه طبعا ما تجيب ليش بغبغاء مثلا لسه مفتوم وتنتظر أنه هو هيتكلم يعني الضرة مثلا الهندي بتبدأ أنت تعليمه يعني مثلا بتلاحظ أنه مثلا إيه ممكن مثلا يتكلم يعني عندي سن مثلا إيه ست شهور أو سبع شهور يعني أنا وجدت في بعض البغبغوات اللي هي من الضرة بتتكلم يعني في سن سبع شهور أو ست شهور يعني أقل من كده ممكن أقولك دي ندرة جدا الحاجة التانية اللي البغبغاء اللي أنتوا شايفونه في الصورة دوة يعني مع التواصل للتعليم يعني بشكل متواصل وتشغيل التسجيل أخذ يعني أخذ بالزبط كده قعد معايا يعني سنة سنة وثلاث شهور على ما تكلم أول كلمة لحظوا معايا هقولكو على حاجة مهمة جدا إن أول كلمة بتاخد معاناك بنا جدا يعني المسألة مسهلة زي ما أنت متخيل يعني مجرد ما البغبغاء كل ما البغبغاء يكبر يكون سهل جدا إني أنت يعني أنه يكلم كل ما يكبر زي الطفل الزغار كده يعني الطفل الزغير معانا مثلا الطفل الزغار طبعا على ما بيقول كلمة بتحتاج منه يعني وقت طويل يعني مثلا إحنا عندنا طفل يقعد مثلا سنتين على ما بيجيب الايه ما بيجمع ايه كلمة أو الكلام ده بعد كل ما يكبر كل ما يسهل عليه أنه هو يسجل الكلام يعني إحنا مثلا عندنا الكلمة الأولينية أخدت وقت طويل جدا على ما البغبغاء عرف يقولها طيب تعال بقى للكلمة التانية الكلمة التانية يعني حفظها البغبغاء بما يعدل أسبوع يعني في خلال أسبوع كان البغبغاء حفظ الكلمة التانية يعني على طول بقى أن تديله على طول أي كلمة تانية هيبدأ أن هو يحفظها ويلقطها بسرعة جدا ده بالنسبة للضر بالنسبة بقى طبعا للكاسكو لبغبغاء مكوى الكلام ده كله هتلاحظ أنه هو أسرع وشد سرعة في التقاط وحفظ الكلمات من الضرة الهندي اللي تحتاج وقت طويل المسألة طويلة مايش يعني تقول أنه هو شهر أو شهرين أو الكلام ده دي مسألة المسألة التانية أن البغبغاء اللي عندك لو هو بغبغاء صيد أو بغبغاء تفريخ ما تمش تدريبه وما تمش تأكيله تأكيل يدوي يعني من الصعب جدا أنه هو يتكلم يعني أدام البغبغاء اللي عندك مش بغبغاء تأكيل يدوي أو بغبغاء يعني إيه أنت دربته يعني بغبغاء يعني إيه متروض عليك وبيقف على صبعك وكلام ده كله لو البغبغاء ما تمش تأكيله تأكيل يدوي أو ترويضه ترويض يعني محترم يبقى إعرف جيدا أنه هو عمره ما يتكلم لو شغلت له مسجل شغلت له بتاع ولا متكلم ولا بتاع إلا في حالات نادرة جدا جدا فالبغبغاء لابد عشان أنه هو يتكلم أنه هو يكون بلغ بلغ يعني ما يجيب ليش لسه مفتوم أو لسه بياكل لسه من المش عارف اللي بتأكله تأكيل يدوي وتقول لي ده هيكلم مش هيكلم زي الطفل بالضبط البغبغاء عشان هيكلم لازم يكون تم ترويضه وتأكيله تأكيل يدوي البغبغاء عايز وقت طويل جدا جدا أصبر كده وخلي نفسك طويل أنا فعلا لما كنت مدرب البغبغاء اللي قدامنا دهوت أنا فعلا كنت فقدت الأمل تماما فقدت الأمل أنه هو يتكلم يعني أنا بقى لي سنة يعني سنة وشوية وفجأة من اليوم من الأيام الكلام ده كان بالليل كنت فاتح النور في مرة وبعدين سمعت طقطقة كده وسمعت حاجة غريبة يعني سمعت البغبغاء دهوت بيقول يعني في حاجة كلمة بتتقال فأنا روحت بسرعة سمعته فعلا أنه هو بيتكلم لوحده بعد ما كنت فقدت الأمل تماما وكنت كمان توقفت عن تشغيل المسجل ففجأة واحدة لقيت البغبغاء فعلا بيتكلم وبينادي وبيقول سلام عليكم دي كانت مفاجأة ودي كانت فرحة كبيرة جدا فأنت أصبر وما تستعجل شي أتمنى تكونوا استفدتم معي وأتمنى أن تدعموا القناة بالإعجاب والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله